صباح الخير أحبة الكرام أهلا بيكم وسهلا ودائما دائما سعيد بمتابعتكم سعيد برسائلكم سعيد بحضوركم المفيد والنافع ودائما والله بكل صراحة أستفيد كثير من الرسائل التي تصلني أما رسائل الغوغاء ورسائل الغثاء فهي لا تعنيني فلا تابعها ولا أقرأها ولا أهتم بها لأن القضية هي قضية حوار يجب أن يكون حضاري بين ناس اللي يحملوا رسالة مش كلام غوغائي كلام سب شتم من بضعته مزجات يأتي ويسب الناس أنا ليس لدي وقت أضيعه مع هذا السباب وهذا اللعن وهذا الطعن نحن لدينا رسالة في هذه الحياة لا يجب أن نضيعها في سفاسي في الأمور وعلى هوامش هذه القضايا أنصحكم إخواني ألا تهتموا بمثل هذه الأمور فهي ستشغلكم وبعد ذلك ستجدون أنفسكم رهائن لأجندات تقف خلفها جهات بينها التي تعرفون وأخرى لا تعرفونها شكرا لكم وسعيد دائما بمتابعتكم ألقاكم على خير السلام عليكم